ونيجي العام 1926 العام ده اللي شهد وفاة احمد حشمد باشا يوم 8 مايو 1926 احمد حشمد باشا كان اول رئيس للجمعية العمومية للنادي الاهلي بحكم موقعه وزير المعارف طبقا للقاحة النادي وبعد كده بقعدوا في اللجنة العليا للنادي الاهلي خلال الفترة من 1916 والحد 1922 وهو اللي اهدى النادي الاهلي كاس عشان تقام عليه اول مسابقة في تاريخه مسابقة كاس احمد حشمد باشا لكرة القدم واللي سبق اتكلمنا عنها قبل كده وكانت بتقام بانطلبة المدارس العليا احمد حشمد باشا اتولى اربع وزارات المالية والمعارف والاوقاف والخارجية وكان نائب لحسين رشدي باشا احد مؤسس النادي الاهلي في اللجنة اللي وضعت دستور 1923 وفي اجتماع اللجنة العليا يوم 19 مايو 1926 اوقفت الجلسة عشرة دقائق حدادا على معالي احمد حشمد باشا وتقرر ارسال جواب تعزية لعائلته في الوقت ده كانت مساحة النادي 8 فددين و6 قراريت و11 ساهم الاهل استلم قطعة ارض جديدة مساحتها فدنين و10 قراريت و20 ساهم فاصبحت مساحة النادي 10 فددين و17 ارات و7 اسم وقرر النادي انشاء حوش جديد لكرة القدم قلنا حوش يعني ملعب زي ما كانوا بيقولوا عليه زمان كانوا بيقولوا على الملعب حوش ونفتكر حوش المدرس يعني الملعب وطلبت من المقاول تقديم تصورين للرسومات الحوش عشان تقدر بينهم وفي نفس الجلسة يوم 19 مايو 1926 تم البت في اختيار رسومات الحوش فقررت اللجنة استبعاد احد الرسمين المرموز له بنمرة اتنين وتكليف محمد رشدي بيك بتقديم مؤيسة عن الرسم نمرة واحد المرفق مع محضر الجلسة بمذكرة عما يراد عمله مع تخطيط الارض وعرض ذلك على اللجنة العليا في جلسة اخرى وبالشكل ده اصبح في النادي الاهلي تلت ملاعب لكرة القدم وكان في الوقت ده هو النادي الوحيد في مصر اللي عنده تلت ملاعب لكرة القدم وبالتالي زادت ارادات النادي من ايجار الملاعب للفرق الاخرى والمدارس ومش بس كده كان احتضان الاهلي لانشطة العديد من الاندية والمدارس سبب اضافي لزيادة تعلق الجمهور بالنادي الاهلي اشتركوا في القناة